أربعة وخمسون عاما مرت على إنشاء ديوان المحاسبة نشأة ومسيرة رقابية هدفت إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يكفل حمايتها وضمان استخدامها الأمثل فقد حرصت الكويت منذ الاستقلال على أن يكون لها جهاز رقابي مستقل يتابع المال العام وطريق التصرف فيه ضمن الأطر القانونية ونص دستور البلاد على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة والمجلس على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها بحدود الميزانية ومنذ تأسيسه وضع ديوان المحاسبة شبكة علاقات بناءة مع الجهات المعنية متبنيا شعار شركاء ورقباء عبر المساهمة في تنظيم تسيرها المالي والمحاسبي إذ تقع تحت رقابة الديوان جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تملك الدولة نصف رأس مالها أو أكثر إضافة إلى الشركات المعنية باستقلال أو إدارة أحد المرافق العامة ويقدم الديوان تقارير مختلفة منها الدوري والسنوي عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ الميزانيات الحكومية وحساباتها الختامية ويقدم التقرير إلى سمو أمير البلاد ورئيسي مجلس الأمة والوزراء ووزير المالية قبل نهاية أكتوبر من كل عام ويقدم الديوان أيضا تقارير خاصة بمجز تكليف من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء إضافة إلى تقديم تقارير نصف سنوية عن الأموال المستثمرة وتقارير سنوية عن الحالة المالية للدولة وتتضمن تقارير ديوان المحاسبة تقريرا بتكليف من مجلس الأمة عن العمولات والعقود التي تبرمها الدولة وتدرج ضمن التقرير السنوي كما يقدم دراسات رقابية تحليلية عن مواضيع محددة ويمارس الديوان رقابة مسبقة وتعد وقائية وأخرى لاحقة إضافة إلى نوع ثالث فني ولا تقتصر رقابته المالية على إبلاغ الجهات المشمولة برقابته المالية بالملاحظات والمخالفات المالية بل يسعى لأن تكون هذه الرقابة مجزية إذ يحق له إحالة المخالفين إلى القضاء